اشتركوا في القناة وقلنا لحضراتكم عليه عبد الفتاح السيسي مش هيسي بالحكم عبد الفتاح السيسي مش هيقبل بانتخابات ديمقراطية عبد الفتاح السيسي مش هيقبل ان حد يجي يقعد على الكرسي ده مكانه حتى لو كان احسن منه وهو متأكد انه احسن منه مليار مرة عبد الفتاح السيسي مش هيخلي كفاءة وطنية محترمة تحكم مصر تتقدم بيها تعمل نوع من الحريات والتطور الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي عبد الفتاح السيسي هيقعد على تلها حتى لو خرابها وحولها لخرابة وحول كل بيوتها لجنازات ومنح عندك يا سيدي الفاضل دراسة امريكية بتقول ان مصر تالت دولة في العالم مهيئة ان يكون فيها حرب اهلية او ابادة جماعية ابادة جماعية ان السلطة تجيب سلاحة وتيجي تقتل مجموعة من الناس مصر مهيئة مصر في البقرة دي مصر رقم 3 او 4 على العالم اللي فيها احتمالية الابادة الجماعية في 2019 ده الخبر الوحيد الخبر القديم الجديد بس هو جديد علشان قالته السلطة قديم بالنسبة لنا واحنا عارفينه وكنا بنقول لحضراتكم وهم بتوع السيسي واعلاموا يقول لك لا ابدا السيسي هيقعد فترتين حكمي ومشي لحد ما طلع ياسر رزق ياسر رزق كتب مقال مهم جدا بيتكلم فيه عن لابد عن حتمية تغيير الدستور عن حتمية تغيير الدستور مش علشان يبقى فيه تدول سلمي للسلطة ولا علشان يبقى فيه حرية وقناها التغيير اللي قصدوا ياسر رزق هو تبديل الدستور عشان تمديد فرطرة وجود عبدالفتاح السيسي السيسي مش عاجب واربع سنين في الحكم واربع كمان يبقوا تمانية قالك على قال لقعد عشر سنين فلازم تغيره الدستور وتبقى الفترة الرئاسية ست سنين واحد حاجة تانية ان السيسي بعد ما يقعد الست سنين ويكمل عشر سنين يعني في الحكم مش هيمشي بقى يروح بيتهم ويقرأ جرائد ويشرب شاي ويقعد مع انتصار يتفرج على التلفزيون مفيش الكلام ده السيسي حيبقى هو المرشد الحقيقي لمصر للثورة المصرية عملا بالمرشد بفكرة الإرشاد اللي موجودة في إيران زي ما الراجل خامنئي ده هو مرشد الثورة الإيرانية بعمة وبدأن وبقال الله وقال الرسول الراجل ده عايز يبقى هو المرشد للثورة المصرية بالبيادة وبالكاب العسكري ده الجديد اللي بيتقلبه ممتعله وضحيه الصراحة ده الجديد اللي ما بقاش فيه مواربة ده الجديد اللي بيجهروا بيه وبيقولوه على انه مطلب وطني انه هيكون فيه مرشد للثورة المصرية ثم طبعا ولمؤاخذة قصدهم على 30 يونيو وياسر رزق بيقولك لمؤاخذة برضو السيسي هو اللي عرض نفسه للخطر وحط إيده على لمؤاخذة كفه ووقف قدام الناس وقال البيان علشان كده من حقه يفضل هو المرشد للثورة المصرية تعالوا نشوف ياسر رزق اه ليهوا ياسر رزق لما نقول ياسر رزق يعني السيسي لان ياسر هو اللي بيكتب للسيسي ياسر من الناس اللي بتفكر للسيسي فلما يطلع يقول حاجة في اخر السنة يبقى السنة اللي جاية هو دعم التطبيق علشان بس نبقى عارفين قيمة اللي احنا بنقوله وبنقوله ليه احنا مش جايبين اي كلام وخلاص اشتركوا في القناة